عزيزي مشاهدت قناة عرب هاردوير أهلا بيك في حلقة جديدة لا شك أن الدنيا زمان كانت مختلفة عند الوقتي 180 درجة يعني رمضان زمان كانت لي روح مختلفة عند الوقتي مسلسلات زمان غير مسلسلات دلوقتي إعلانات زمان كانت تفاهة زي إعلانات دلوقتي عادي اتفاهة واحدة حتى برنامج المقالب بتاع رامس جلالي اللي الناس كانت بتستنى من السنة للسنة كان أحسن بكتير من دلوقتي دلوقتي بقى أي ممثل أي مغني أو وجهة إعلامية على كم وإحنا أسفين وإيه رأيك في الخطة عجبتك ده ما كانش طبعا بتطبخينها مع بعض يوم المهم إن من الحاجات اللي اتغيرت مع مرور الوقت الجيمز والهاردوير وسوق الهاردوير بقى فيه شركات تطلع وشركات تنزل أسعار تقلة وأسعار تقل وإحنا هنا ما نشدع وتقريبا بالحاجات دي ليه كده ده موضوع يطول شرحه بس خليني أديك لمحة النهاردة عن سوق الهاردوير المحلي زمان بالتحديد قبل عملية تعويم الجنيه المصري بسنتين كانت الدنيا جميلة أسعار التجميعات في متناول الجميع أي تجميع كنت عاوز تعملها كنت هتعملها بدون أي مشكلة والأسعار ممتازة والهاردوير كان متاح أي نعم دلوقتي فيه قطع بقت متاحة بشكل كبير وسعر أرخص عن زمان زي الـ SSD مثلا وده عشان هو أصلا بقى أرخص عن الأول إلا إن ده ما يمنعش إن الأسعار بتاعت كل القطع بلا استثناء سعرها كان حلو والرمات زي الـ SSD في طريقها إن سعرها خلاص يبقى مناسب مع مرور الوقت حصلت شوية حاجات كلها إلى حد ما متعلقة بالدولار وفي حلقة جاية هحكي لكم الحكاية والرواية كلها المهم إن بعد التعويم الدنيا تشقلبت والأسعار اتضربت في ثلاثة واثنين وبقت حاجة ما يعلم بيها إلا ربنا وخلي بالك إن الموضوع ده طبيعي جدا العملة لما قمتها بتنزل الأسعار بترتفع والزيادة مش بس على سوق الهاردوير ده غالبا على كل حاجة سمارتفونز عربيات أجهزة كهربائية بامبرز المهم إن كل حاجة بشكل أو بآخر تأثرب بالتعويم حيثيات القرار إيه؟ وإحنا كنا مضطرين ليه ولا لأ؟ مناش دعوة نرجع للهاردوير الهاردوير الحقيقة مغليش يعني البروسيسورز مثلا سعرها الرسمي من شركة انتل لحد كبير بيتحرك من جيل لجيل أرقام قليلة وأحيانا بتكون نفس الأسعار إلا لو الجيل الجديد في حاجة مختلفة عن الجيل اللي قبله زي مثلا الجيل السابع والجيل الثامن الجيل الثامن اللي كان فيه أول بروسيسور من انتل سوداس النواة لفئة الكونسيومر والجيل الثامن والجيل التاسع الجيل التاسع اللي كان فيه أول بروسيسور من انتل لفئة الكونسيومر سوماني النواة فدي اختلافات من شأنها إنها ترفع أساسا في سأل القطعة كروتي الشاشة مثلاً على العكس كده يعني كل جيل بيكون دايماً أغلى من الجيل اللي قبله مناش دعوة بكروتي الارتي اكس دي كروت ليها وضعية خاصة وأسعار خاصة المهم أنك لو جد بصيت على كروت ماكسول والفرق بينه وبين كروت باسكال اللي حتى الآن بتعتبرها انفيديا واحدة من أفضل المعمريات اللي صنعتها إلى أن زي ما كان فيه فرق في الأداء فيه فرق في الأسعار وأحياناً مع مرور الوقت كروت باسكال بالخص الجي تي اكس 1080 سعره وصل لسعر أقل من الجي تي اكس 980 تي اي لكن لو بصيت على كروت الجي تي اكس 16 سيريس الجديدة في كارت مثلاً زي الجي تي اكس 1660 أهو ده سعره أقل من سعر الجي تي اكس 1060 وأداء أحسن زي ما وضحت قبل كده والأسعار طبعاً اللي أنا بذكرها دي طبعاً بالاعتماد على الأسعار المقترحة من الشركات الأم سواء انتل للبروسيسور وانفيديا لكروت الشاشة طب ليه اللي اتنين دولت وليه مش اي امي دي الشركة اللي دخلها بساهمين أقولك ان المشهد في الفترة اللي قبل التعويم وبعد التعويم لحد 6 شهور بالزبط كانت الشركتين دولت هم المتصدرين المشهد وحتى الآن انفيديا هي اللي لازالت متصدرة المشهد في عملية تصنيع كروت الشاشة فالتغيرات في أسعار الهاردوير زي ما انت شايف من جيل لجيل مش كبيرة ليه بقى احنا شايفين الأسعار غالية جداً بالنسبة لنا الموضوع مش محتاج لف ودوران قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بتأثر بشكل مباشر على سعر قطع الهاردوير وده غالباً اهم عامل ان لم يكن العامل الاهم انا عارف ان فيه عوامل تانية بس الحد كبير هتتأثر بالعامل ده فنتيجة ارتفاع أسعار الهاردوير خلق لنا سوق المستعمل او سوق اجهزة الاستراد اي نعم هو كان موجود على طول بس في الوقت الحالي الموضوع بقى اكبر بكتير من انه بيبيع لك جهاز على انه بس بيشغلك بي اس 2018 بعض الاعلانات على قناوات السوشال ميديا زي الفيسبوك ابتدت تاخد منعطف تانية ان الاجهزة دي هي الحل الامثل والارخص والملازي الاخير اللي تهرب له للالعاب من نار اسعار جديد لكن في الحقيقة انك بتحط نفسك في الدرك الاسفل من النار وانت مش واخف بانك انا عارف ان فيه حد يقول في التعليقات ان انا اشتريت الجهاز وشغال معايا كويس اقول له ماشي انا ما قلتش ان الجهاز مش هيشتغل معايا كويس بس الفكرة ان فيه فرق بين ان الجهاز يشغل اللعبة وان اللعبة تشتغل بالشكل اللي انت بتشوفه على يوتيوب او الشكل اللي مفترض ان الشركة المطورة عامل اللعبة عشاني وانا هنا طبعا بتكلم عن الفيجول لان غالبا اللي بيعرض الاجهزة دي بيحاول يكنع الشخص اللي هيشتري ان الجهاز بيشغل اللعبة على 60 اف بي اس طبعا من غير ما يذكر ايه نوع الاعدادات بس هي شغالة واحنا اللي يقولنا 60 اف بي اس يبقى خلاص وصل لاهم نقطة مشاعرنا كجيمرز او عاوزين نبقى جيمرز ومش عارفين نشتري اي حاجة بس اللي ما يعرفوش اللي بيعرض الاجهزة دي ان الطارجت الحالي من كروتي الميدرينج والبودجت في العاب زي العاب الاي سبورت انها توصل لمعدل 144 اف بي اس عشان الطارجت الحالي الشركات المصنعة للشاشات بقى 144 هرتز فكون انك تلاقي جهاز سعره لا يتعدى الاربع تلاف او الخمس تلاف جنيه بكارت زي الجي تي اكس سبعمية وخمسين او اقل احيانا بيجيب 60 فريم في لعبة على حسب كلامه لكنه عظم قوي طبعا الفريمات مهياش كل حاجة هي كل حاجة بس مش اي ستين فريم والسلام ما الكنسول كابدة على ستين فريم في عدد كبير جدا من الالعاب وهو على اقل الفيجول فيه كويسة فستين فريم بكارت زي الجي تي اكس سبعمية وخمسين او الكروت الاقدم منه مش زي الستين فريم على كارت زي الجي تي اكس 1660 لان هنا بيبان دور المعمريات الجديدة اللي بتقوم بدورها انها هتعالج الالعاب بشكل احسن فانت في الكارتين هتجيب ستين فريم بس الجي تي اكس سبعمية وخمسين مثلا هتكون اعداداته لو كاقصى حاجة لها في حين ان الجي تي اكس 1660 هيكون اوبتمايزد على اعلى اعدادات للالعاب وعلى ريزولوشن زي الالف تمانين بي زي ما شفنا في مراجعة الكارت مع الالعاب سواء من نوعية تريبل اي او من نوعية الاي سبوتس طبعا بعض الالعاب ما بتكونش من النوع المتطلب لكروت شاشة قوية زي ليجوف ليجانز مثلا او الالعاب من نوعية الاي سبوتس كلها على عكس الالعاب من نوعية تريبل اي زي باتلفيلد فايف مثلا او مترو اكسدوس الالعاب دي فكرة انك تبدأ تنزل في الاعدادات ورزولوشن عشان فريمات اكتر انت كده بمثابت بتقتل التجربة كلها لكن لو رجعنا للعبة زي ليجوف ليجانز انت ممكن تشتري الجهاز تلعب على متوسط فريمات 120 فريم في الثانية الواحدة لكن لعبة ليجوف ليجانز كل سنة في شكل مختلف عن التاني الشركة صاحبة اللعبة ريوت الله يكرمها كل سنة بعد انتهاء الورلز شامبيونشاب اللي بيتعمل فيستات كبيرة وبيكون ليه تحضيرات غير عادية كأنه نهائي كاس عالم لكرة القدم بتعمل كل سنة سيزون جديد كل سيزون بيتم تغيير اللعبة من حيث طريقة اللعبة تحسين حركة الشخصيات الفيجول اللي بيبان قدامك لغير القفضة الاسبوعي اللي بيعمل تغيرات في اللعبة المهم ان في الاخر ده بيبدأ يطلب امكانيات اعلى ومن تجربة شخصية للناس بيلعبوا اللعبة دي بصورة مستمرة ان الجهاز المستعمل لما اشتراه اول مرة كان اداءه كويس وبعدها الاداء ابتدى يقل بالتدريج فابتدى انه ينزل شوية في اعدادات اللعبة عشان على الاقل ياخد متوسط لعب مناسب ده اندل على شيء فبيدل على ان الكروت القديمة او الاجهزة القديمة بتبدأ تبام مشاكلها مع الالعاب وتطورها بصورة مستمرة حتى لو لعبة واحدة للمثال من الالعاب الاكثر شهرة عندك مثلا لعبة زي فورتونايت التغيرات اللي بيعملها المطور كل شوية في اللعبة كفيلة انها تغير متوسط الفيرمات اللي بتطلع لك لو هي هي نفس الاعدادات ونفس الامكانيات بس الاختلاف هو السيزن او الابديد بتاع اللعبة واللعبة دلوقتي بقت متطلبة اكتر من الاول لكروت الشاشة يعني مع مرور الوقت اي حاجة بتقدم سواء كان جهاز كومبيوتر استراد او جهاز كونت شريه جديد من فترة هيكون بطيق طبعا مقارنة بوقت الشرق او بمعنى اضك الوقت اللي تصنع فيه الهاردوير والعاب الكمبيوترات زي ما انت شفت مش هينفع معها الكروت القديمة عشان كل الاسباب اللي ذكرتها فوق وان اصلا حاليا الالعاب الكمبيوترات عايزة فريمات اكتر من 60 فريم يمكن الاجهزة التجميع عندها ميزة مش موجودة عند اجهزة الاستراد وهي مرونة التحديث زي ما وضعت في حلقة فاتت ان التحديث في الاجهزة الاستراد بيكون صعب او مقتصر على شوي القطع زي الرماية تغير الهاردوير تضيف هاردوير تجيب اس اس دي ممكن لو ابعاد الجسة تسمح تركب كارت وباور جديد بس يفضل عنصر مهم جدا ما ينفعش انك تغير وهو البروسيسور البروسيسور لو فضر زي ما هو حتى لو رفعت الرماية ل32 جيجا هيعمل بوتن نيك بينه وبين كارت الشاشة ودي مشكلة ملهاش الا حل واحد انك تغير المنصة كلها ضيف على كده ان الدعم عمتا بيقل مع كل جيل جديد من كروت الشاشة بمعنى ان مع كل جيل جديد الشركة بتقلل من عملية الدعم للكروت القديمة في الحالة دي كروت تيورنج بمنها الاجدد حاليا في السوق تسببت في الغاء الدعم على كروت كيبلر مش عشان هي كروت وحشة ده لان الشركة شايفت ان الكروت مفيش منها اي استفادة تاخدها من التعريفات الجديدة والشركة شايفة ان من الافضل التركيز يكون على الجيل الجديد والاجيال الاحدث من كروت كيبلر لكن مع مرور الوقت الكروت اللي انت شايفها أجدد من كيبلر زي ماكسول على سبيل المثال نهاية الدعم هيطلها مع الجيل اللي جاي وهكذا يبقى خد الكلام ده كله وحط القاعدة دي في بالك وده لشوية الأسباب اللي لسه أيلها بعيدا طبعا عن السعر أنا عارف ان السعر بتاع جهزة الاستراد هو العامل اللي بيكبرك على حاجة زي كده وعارف انك مبهور بالمواصفات بس يصدقني مجرد ما بتشتري انت حرفيا بترمي نفسك في حافرة مش هتعرف تطلع منها والموضوع بالنسبة لك بيكون total loss فانت ما قدمتش الا انك تخسر مرة واحدة بس وتجمع جهاز جديد بكارت من الكروت الجديدة او تروح لكروت مستعملة زي 1050Ti دي حاجة انا مش برجحها بس ممكن نعتبر ان ده حل ممكن هي تعتبر في الحقيقة مش خسارة فلوس اكتر من انها خسارة وقت لانك هتضطر تستنى شوية عشان تجمع الميزانية المناسبة للتجميع بتاعتك وطبعا تقدر تشوف التجميع المناسبة ليك من اللينك اللي تحت في الدسكريبشن فعدد من التجميعات اللي تناسب مختلف الميزانيات بداية من الميزانيات اللي على الحديدة لحد ميزانيات تجار المخدرات فالقصد انك ما تضحيش بمميزات كتير زي الاداء والتحديثات سواء للهارد وير او للسوفت وير في سبيل ان سعر اجهزة الاستيراد قليل ما هو بالعقل كده لو القطع دي شغالة كويس وبتقدي زي ما الناس بتبيع على الاساس ده ايه الدافع اللي يخلي الشركات تتكلف فلوس ابحاث وتطوير وتصنيع ودعم وتعمل هارد وير جديد فكر فيها كده مش بقول انك لو اشتريتها مش هتشتغل بس ما تتوقعش منها اي حاجة ليه علاقة باللي انت بتشوفه على اليوتيوب من العاب زي الالعاب اللي بتشوفها على قناة عرب هارد وير من مراجعات اللي بيجي لك بيها نوتيفكيشن لما تعمل سبسكرايب للقناة ولايك لو حلقتنا عجبتك ورأيك طبعا تحت في التعليقات هشوفكم في الحلقة الجاية